هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ هذه المسألة نجزئها، نفتتها لكي نفهمها ما ثبت شرعاً أنه كان شرعاً لمن قبلنا ثم ثبت في شرعنا أنه شرع لنا فهذا شرع لنا بلا خلاف أدفتغ مثال القصاص يلانا في من سبقنا القصاص يوني نغان أذمث القصاص مغلا يوني جرح ويضا توجرح هذا هو القصاص يوني يارزايا صبر بريزي لقصر هذا هو ملشاة ثروية، ما يلوش القصاص يردوني المعنى يسكو ليوني خدم الرئيس ولكن ما إلى القصاص عقوبة إمذاناً أذر نظر يوني نغمحكم من القصاص ولكن بعد فيه نصص أخرى وردت في القرآن تخاطب المسلمين كل من أسلم بعد شدينا ربي سبحانه كُتِبَ شرع من قبلنا ورد شرعنا أنبأنا بأنه شرع لمن سبقنا وجاء شرعنا يُثبت أن هذا يولي شرع لنا وقِلَا خِلاف فقِلَا خِلاف ما لم يثبت بشرعنا أصلاً وقال نوع الثاني إلا مثالاً بعض الأمر إخذت مصدرها من الإسرائيليات آثاجي نغمى ثبت بشرعنا أنه كان شرعاً للأمم السابقة نُوسِخَا في شرعنا ما ثبت فيه النسخ مثلاً وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَاهُمْ وَالْأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلِيهِمْ صورة الأعراء في الآية مئة وسبعة وخمسين الحمد لله إذن خلاص ثبت النسخ في شرعنا إذن هذا أيضاً محل اتفاق لا يلزمنا ولكن النوع الثالث ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح بنسخه في شرعنا لا يلزمنا وغد في كن دليل سي صورة يوسف باشي نربح لكم الوقت روحوا لمباشرة من صورة يوسف ذيني قلال الجواب سمي روح لوثماثن سيدنا يوسف ما شاهدت الزرام وكذا بعد ثم ستن الصواع المالك وكذا عاوني أخبرنا شوية وديوين الآية قالوا نفقده سواعنا أغرسل كنت أغرسل الصوت وأنه به زعيم شو المعنى يستقليل نقص الدار جلال مهم شو المعنى يستقليل بدن قرأتها أيضا فسر الصواع الملك هذا مشوث مقرث الأزمة مقرث ذا كريزي كونوميك ذا الوقت ما شاهدت أني سهل لنا سفذان من بعد مقرث أكثر يلا ولكن من بعد سواع المالك القانون الطبيق ذا الوقت ساعة أنت عرفي ثن السن ساعة أن القانون نسم لذلك لقد طبق الفلاس ذا التارتوار نسم ولكن ربي يحكي ذا كني تظر أكني الطبيق أنت شرعي ثن السن ذا الوقت أعود يا شيخ قالوا نفقد صواع الملك كمل يروح السن تقليف الفلاس وينس تكثير لنا كني وينس ديوفان أسن ريون شواري وأنا به زعيم أمشي سقر العقد ذاقي مشي سقر عقد الجعالة حقد الجعالة السؤال هل حقد الجعالة مشروعا غير مشروعا يالله سورمان إلا ويظن يسمحي يتجورنينه أما تزمرينه ما تزدى وكذلك سعين تزدى تنتمر تزدى تنتمر ميرض ربنا سفتغال مئة مليون سورمان أسف أسف لا ريكول تنتمر لون تير ثلاثة نغم هذا زمور سورم ثلاثة ثلاثة ربعة هذا العقد يجوز يسعى الشرط على كل حال ما شيد الفقه باش أن تفصل ديكس من السؤال ما هو الدليل الذي اعتمده العلماء على جواز عقد الجعالة ذي الآية رغم شرع شوف ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولم يصرح في شرعنا ولاش أربي يحكي الآية يجي ودي النار سمحتي بلي خذم ثم خذما دي زمان سيدنا يوسف ودينا ركا خطي لو أنت دينا ما يشبه ذلك هذا تفتقد دالي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا أربي أربي ديها دارت بني إسرائيل ولكن بش ديف قيما ترويح إنه ونر ينغ يون أذين غوائض أما كن ينغ ثخ خلقي سمث كامل فجي قال الناس تجريم جريمة تبشيع جريمة القتل بش أنظر ثار ويح سع نغ زال أربي 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 قابل ذهابي لنغ مخلف يون يظلم وعيد أمثور يون سمح فيه أذي ظلم إجشيس الحقيص عادي ولكن لا يجوز إجماس ينتقر إجماس هابل إن يسي قابل قابل إن يسي هابل قابل إن يسي هابل قال لأقتلنك إن يس أكنغ ده شو سينا هابل إقابل لإن بصط إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين لقد ظرفوا سي كيث نغض إن كنو كن قرع نسي قوض رب نكون نتعلم أيضا إذا قتل أند إلى الخلاف أوها ربي ونخدم لكني خدم قابل إخذم من بعد يندم من بعد زم ثم شخص غزيف تجد نغط قبل هذه الآية من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع ذا نكوني أذن زرد شث وثرويح الرب سبحان وعز واجه وإن كان ثلاث دية في القتل الخطأ نعم ثلاث ديات هناك الديات باب الديات القتل الخطأ ذي الآية ثمن التسعين من سورتي من نسا ودية مسلامة إلى أهله إلا أن يصدقوا أحكم الشرعي اللي أنت ولكن ذي ثق شرع من قبلنا ما ثبت بشرعنا أنه شرع لمن قبلنا ولكن لم يصرح بنسخه في شرعنا مسألة خلافية فيها خلاف كين اللي قال ألف شرع من قبلنا شرع لنا لذلك أجاز عقد الجعالة اعتماد على ما ورد في سورة يوسف في قوله تعالى وأنا به زعيم عادي ودنا ولك هو قول أكثر أصحاب أبي حنيفة النعمان نقله نقله الإمام القرافي وغيره عن الإمام مالك إمام دار الهجرة وجمهور أصحاب الإمام مالك وكذلك نقل هذا الرأي عن بعض أصحاب الإمام الشافعي وكذلك هو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد الإمام أحمد لأن الرأي وعيد دنا شرع من قبلنا ليس شرع لنا من قال بهذا الرأي جمهور الشافعية قالوا بهذا الرأي رواية للإمام أحمد قال بهذا الرأي وهو قول للقاضي الباقي اللاني والإمام الغزالي والإمام الرازي إلى آخره لكي لا نطيل قربت نهاية المجلس نعود إلى خاتمة هذا الباب هذا الكتاب نتعلم إشمع ذا شو ديننا الإمام تاج الدين السبكي الخاتمة جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة كافر ولكن من أنكر الإجماع فيما هو معلوم من الدين بالضرورة أه وجوب الصلاوات الخمس صح وردت في القرآن والسنة وردت في القرآن أقموا الصلاة وأتوا الزكاة وردت في السنة صلوا كما رأيتم نوصل إلى آخره وحصل إجماع بين قوسين مسألة مهمة ممكن واحد يقول لنا لشي نروح الإجماع سيدي مادم عندي القرآن والسنة نقول لك الإجماع أولا من فوائده أنه يقوي وزدنا طمأنين بالله هاكي حصل إجماع الصحابة في مسألة من المسائل وقد ذكرنا بعضا منها كذلك النصوص الشرعية حمالة أوجه حمالة أوجه النص حمل أوجه فإذا أجمع الصحابة على فهم معين هذا يطمئننا ويريح نفوسنا وعقولنا وقلوبنا هذين النص حمل أوجه ولكن إذا كان الإجماع حصم في المسألة الحمد لله ترتاح نفوسنا وهناك فوائد أخرى ربحا للزمن لا أذكرها سنذكرها وقد ذكرنا بعضا منها فيما سبق وذكرنا اليوم بعضها وهكذا والمسألة تراكمية إذن ما دينكي معنا في الأمور ها شو دي ننسى إن جاحد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة الحكم الذي ذكرناه هذا كالحكم خاص بهذه المسألة ولكن في المسألة الأخرى لا لا مثل ماذا قال تاجدين سبكي ولا يكفر جاحد الخفي ولو منصوصا ها ولو منصوصا معنى حتى يكون فيه نص ولكن هو مسألة خفية جاحدها لا يمكن أن يكفر على وجه الإطلاق أشي نغى ميراث بنت الإبن مع وجود بنت صلب هناك من يجحد بهذه المسألة رغم ولود النص وإن كان النص كما قلت لكم لا يفهم إلا بالرياضيات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ لونثيين وإن كنا نساء فوق ثنتين فلهن ثلث ما ترك يعني دوتير وإن كانت واحدة فلهن نص أربي في ذرد دوتير وفي ذرد أندومي في سفريد كان ميراث بنت الإبن مور الصندرة المعادلة ذي الرياضيات جمع جاوث أكيدوا عليه يقص الصند المعادلات ذات المجهول الواحد الماتماتيك لكي تفهم الآياء بلالي مات جام ستفهم الزيوة ولقي من اخطيت السلتاس لو كان لو طابلو ثلو كنت تفهم سلي ماتماتيك بالرياضيات هي صفيون يجحد بهذه المسألة إلى ذلك صنص هل لا ولا يكفر جاحد الخفي وهذه للمعلومة بنت الإبن تارث السدس فرضا عند وجود البنت الصلبية تكملة للثلثين فرفك يغضي جواب ولو منصوصا كان في خلدي أن نشرع اليوم في القياس ولكن انتهى الوقت إذا كان دير فقط مقدمة خيفة القياس المصدر ويصر القياس القياس تعرفه الأصول إلحاق أمر بأمر آخر في الحكم الثابت له لاشتراكه ما في علة الحكم وتاج الدين السبكي إفكاد تعرف أشو دين في القياس وهو حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة حكمه وسيأتي البيان مفصلا في المجلس القادم إن شاء الله وقدر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر